الخرطوم تصدف الاجتماع الثالث لاستكمال مباحثات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحا في غارة شرق العاصمة طرابلس رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان نادياب يبدأ اليوم استشارات تشكيل الحكومة الجديدة نشرة أخبار الثانية عشر ظهرا في القهرة مرحبا بكم أهلا بكم وإلى التفاصيل بدأ بالعاصمة السودانية الخرطومة الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة ممثل وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة لإثيوبيا يأتي الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يوم السادس من نوفمبر الماضي وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية يتخللهم اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية قتل 19 مسلحا في غارات جوية شرق العاصمة الليبية طرابلوس وذلك خلال غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سيرتا الساحلية شرق العاصمة طرابلوس يأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه معارك عنيفة بين الجاش الوطني بقيادة حفتر وقوات حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلوس ومدن عدة غربي البلاد يجري اليوم رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب مع أعضاء المجلس النيابي من الكتل النيابية ونواب المساقلين استشارات تشكيل الحكومة الجديدة وآليات التمثيل الوزري داخلها وأيضا جدول أعمالها يأتي هذا في ظل تواصل دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجدد التظاهرات وإغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان احتجاجا على تشكيل الحكومة غدا تصدمات بين محتجين على تكليفه وقوان أمنية يبدأ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب استشارات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين لتشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد تدهورا اقتصاديا متسارعا دياب أكد أن هدفه تشكيل حكومة اقتصاصيين تتفرغ لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد إلا أن حزب الله الذي أيد توليه رئاستها أكد في وقت سابق رغبته بتشكيل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي المهمة التي ألقيت على عاتق دياب هي الأصعب على الإطلاق في بلد منقسم على نفسه نتيجة الخلاف على شكل الحكومة في ظل عدم توافق الطوائف كافة على تسمية دياب خاصة الطائفة السنية وكتلة الحريري الذي استقال قبل ثمانية أسابيع على وقع غضب الشارع من الطبقة السياسية وبرغم أن رئيس الحكومة المكلف تعهد بتوسيع نطاق المشاورات ليشمل المتظاهرين الناقمين على السلطات الحاكمة إلا أنهم وصلوا لاحتجاجات وقطع طرق رئيسية وفرعية عدة في منطقتين طرابلس وعكار والبقاع رفضا لتسمية دياب على رأس الحكومة الجديدة ومع تواصل الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في لبنان يبقى رئيس الحكومة المكلف بين مطرقة مطالب المحتجين بحكومة اختصاصيين غير مرتبطة بالطبقة السياسية كافة وبين سندان المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعما ماليا للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية أنا في لبنان بناء على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبايو للقاء قادة لبنان لبحث الموقف الراهن هنا زيارتي تعكس قوة الشراكة بين بلدين أنا هنا لأشجع قادة لبنان السياسيين على الالتزام بإصلاحات ذات جدوى ومستدامة تكليف رئيس على رأس الحكومة في لبنان لا يعني أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يحتاج أحيانا إلى أشهر عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناته خاصة في ظل تداول دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجدد التظاهرات وإغلاق الطرق المؤدية إلى الفرلمان احتجاجا على تشكيل حكومة يرفضونها بشكل مسبق للمزيد من القراءة والمتابعة نضم إلينا هاتفين من بيروت سيد أمين قمورية المحلل السياسي سيد أمين بعد التحية بعد الإعلان عن اسم سيد حسان دياب كرئيس للحكومة تبدأ الاستشارات النيابية على رغم من ذلك ما زال هناك اعتراض من جانب الشارع اللبناني فبرأيك إلامة سيذهب المشهد طبعا اليوم باستطاعة الدكتور حسان دياب أن يعلن عن تأليف حكومة لأنه يملك الأطواف الكافية لنيل أستطاق في المجلس نواب قونا الغالبية النيابية التي رشحته لديها مثل هذه الأطواق وأعتقد أن هناك تم التوافق تريع بين هذه القوى على تشكيل حكومة في أسر وقت لكن المشكلة ليست بالتكذيف ولا بالتأليم المشكلة هي بكيف يمكن لمثل هذه الحكومة التي يمكن أن تكون حكومة عرجاء لأن هناك جزء أساسي من الطيف السياسي الأسناني معفرض عليها فذلك جزء كبير من الشارع لا يزال يرفض مثل هاي حكومة مفروضة فرضا من قوى سياسية طبعا هناك نوعان من حراق هناك نوع مرتبط بالقوى السياسية التي لم تسمي أدياب رئاسة الحكومة وهناك الحراك الاجتماعي المطلبي الذي قد يكون يساعد على أعطاء مهلة مثل هذه الحكومة لكن طبعا يشدد على تحقيق المطالب بأسرع وقت ممكن فنحن اليوم رغم كل شيء أمام أزمة جديدة ومنعطب جديد ليس بالضرورة أن تأليف الحكومة من شأنها أن تساهم الأوضاع في ظل الواضح أن هناك نوع من الرفض الغارب بالحديث نعم بالحديث عن هذا الرفض نحن إذن نتحدث عن ربما يكون رفض من جانب بعض الجهات الدولية رفض أيضا من جانب بعض القوى السياسية الداخلية ورفض من جانب بعض من من يمثلون الحراك في الشارع اللبناني برأيك هل بإمكان هذا الضغط أن يؤثر على مصار تشكيل حكومة سيما وأن كان المشهد في لبنان يجب أن يتم تسمية رئيس حكومة ويجب أن يتم أطرح حتى وإن كان لا يوجد توفق كامل من كافة القوى أنا أقول أن عملية التأليف لا تسمى صحيح هناك بعض الصعوبات لكن التأليف كان بالضرورة أن الأمور تتطقين في البلد المشكلة في البلد باتت أصعب بكثير نعم اتفاق على حكومة يعني هناك المشكلة المالية لبنان حتى يستطيع أن نعم سيد أمين نعم نعم سيد أمين يبدو أن الصوت به مشكلة فنية للأسف لكن إلى حد كبير وضحت هذه الرؤية التي تحدثت عنها جزيل الشكر سيد أمين قاموريا المحالة الأساسية كنت معنا هاتفيا من بيروت أعلنت قيادة شرطة محافظة ذيقار العراقية تشكيل لجنة تحقيق بشأن حادثة اغتيال الناشط على العصم وكان متظاهرون قد قاموا صباح اليوم بحرق مقرات حزبية ومبنى محافظة ذيقار في الناصرية كما قطعوا الطرق والجسور احتجاجا على اغتيال الناشط على العصم ويواصل المتظاهرون في محافظات الجنوب اعتصاماتهم ضد تلك الطبق السياسي في الاستجابة لمطالبهم وفشل الرئيس برهم صالح في تسمية رئيس وزراء جديد الأزمة التي يشهدها العراق تجاوزت أكثر من شهرين ولا أفق يبدو لحل حالة الأوضاع فساسة وحتى المرجعيات الدينية وحتى اللحظة عجزون عن تحريك المياه الراكدة في هذا البلد الذي يعاني مشكلات عدة والمتظاهرون في الشارع مصرون على مطالبهم والتي يأتي على رأسها رحيل الطبق السياسي في البلاد وينتظر العراق رئيس الحكومة الجديد بعدما تخطى العراقيون منتصف ليل الخميس المهلة الدستورية لتسمية مرشح حيث ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل لمدة 15 يوما وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة قررت سلطات تأجيل المهلة حتى يوم الأحد وكان أمام البرلمان مهمة وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسما إلى الرئيس الجمهورية يطرحه بدوره على مجلس النواب للتصويت عليه وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعد الانتخابات التشريعية في مايو 2018 وجاءت تسمية عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات بعد انتخاب صالح رئيسا للجمهورية غير أن المهمة صعبة حاليا على أي مرشح لينال ثقة البرلمان ويكون قادرا على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أصفرت عن مقتل نحو أربعمائة وستين شخصا وإصابت أكثر من عشرين ألفا بجروح ووسط هذا المشهد تتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة رغم عمليات اغتيال الناشطين وآخرهم شاب قتل برصاص مسلحين مجهولين في مدينة النصرية ليصبح خمس ناشط يتم اغتياله منذ بداية أكتوبر يمضي العراق إذن بين طبقة سياسية عاجزة عن التوافق وشارع مصمم على التغيير أحدث رسائل تقول للساسة فلتؤجل يومين أو ثلاثة أو حتى سنة فنحن باقون وعلى مطالبنا مصممون للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية دكتور واثق بعد التحية كيف ترى من وجهة نظرك السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة لاستقرار الأوضاع السياسية وإرضاء المتظاهرين في الشارع العراقي شكرا تحييلك المشاهدين الكرام يعني لا زال أستبعد أي حلول تلوح في الأفوق في ظل فرع سياسي كبير وفي ظل رفض الشارع لأي مرشح يأتي عن طريق الكتل السياسية بالتالي البرلمان بعد خطاب المرجع يمس وضع في زاوية حرجية ومسيج أن يقرق عن المتحدة لكن التحالف البناء لا يزال يصر على ترشيح سيد خصيص سيل واليوم مطلق بهب انتحال في البناء إلى كل مستعامة نحية رئيس طرح صالح رئيس الجمهورية تقول معلماتي بأن تلك وهي مؤكدة أنه لن يقبل بهذا المرشح وبالتالي أدبهما يوم غدا صباحا سيعلم ترشيح السيد محمد توفيق علاوي رئيسا من الوزراء يشكل حكومة لستة أشهر حكومة انتقالية تمهيدا لانتخابات مبكرة ستكون بعد ستة أشهر إن شاء الله من هو لمن لا يعلم محمد علاوي خصوصا أنه كان وزيرا سابقا في حكومة نوري الملك نعم كان وزيرا للاكتصالات لكن تقال لم يكمل سترة الأربعة سنوات هو من شخصياته التكنطرات ربما سيجابه ببعض الربب من كتلة البناء وبعض أبراث التحالف الشيعي لكن أنا أعتبر كتلة ستقبل به شارع ربما سيقبل به حلما أن عدد المرشحين يمنصب رئيس درع درع 48 شخص لكن خطاب المرجعية يوم أمس أعطى وأخفف الضغط كثيرا عن دكتور ربما صالح لأجل إلى يوم لحد إعلام موضوع حسن مرشح رئيس الوزراء ولا يزال يصر أنه سأدفع بمرشح يقبل بالشارع العراقي ولا أدفع بمرشح مرفوع من قبل المتباهرين طيب في رأيك دكتور واثق إلى أي مدى من الممكن أن يكون محمد علاوي مرشح مقبول سواء من الشارع العراقي أولا ثم من الكتل السياسية في البرلمان وأيضا من الأوساط الإقليمية والمجتمع الدولي ككل أنا أعتقد على المستوى الدولي والإقليم المقبول على مستوى الشارع ربما سيحظى بالموافقة الأدرابية على المستوى السياسي أنا أعتقد البناء ودورة القانون اللي حيرفظوه لكن الكتل الشعية الأخرى وأغلب الكتل السنية والكتلية ستقبل به في ظل أسرار الشارع يعني أي رفض من الكتل السياسية المنتظرين اللي حيجابوهم كما حدث يوم وأنس في مدينة الناصرية والشارع يراجع اللي يقول نحن القوة الأكبر اليوم نحن نريد تغيير واقع الحقيقي نحن نريد طبقة سياسية جديدة نحن نريد قانون انتخابات جديدة أنا أعتقد المحاياة في الشربي حالي تمام طيب صباح اليوم قام بعض المتظاهرين بحرق مقرات حسبية ومبنى محافظة الذقار في الناصرية طبعا هذا احتجاجا على مقتل الناشط علي العصمي شرطة محافظة ذقار العراقية أعلنت أنها ستفتح تحقيقا في هذا مدى قدية فتح هذا النوع من التحقيقات في عمليات اغتيال لناشطين إلى أي مدى تحظى بصدقية ومصدقية لدى الشارع العراقي لا تحظى بأي مصدقية أن العراق ربما هي الدولة الأكثر أو الدولة الأولى في العالم في تحقيقات الحقيقية لكنها لا تخرج بنتائج بالتالي الشارع يروفها لذلك سمت المحافظة عند من قبل طبعا السياسي من قبل الشارع العراقي عندما قام بحرق مقرات الحزاب مقرمجت المحافظة قام بحرق مقر وبيت رئيسي بإذن الأمنية ثم عاد ليحرق القوة المسؤولة عن الحافظة الناصرية اليوم البيان هو التي تهديئة النفوس لكن الشارع لا يزال مستهد من هي جاة التي تخطفهم من هي جاة التي تخطفهم المحافظة للوصول إليهم أنا أخطف كلها محطيات الدوار تمام نعود للجانب السياسي في الأزمة العراقية في رأيك ما هي الخيارات التي مطروحة أمام الرئيس العراقي برهم صالح في حال فشل كل الجهود التي تجري في الفترة الأخيرة للتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة العراقية المنتظرة بعض كتاب الترجع أيام أمس تم حسم الأمر بحكومة يعني مؤقتة بستة أشهر رغم أن الدستور العراقي لا يتحدث عن حكومة مؤقتة أو حكومة طوارئ لذلك هذا الأمر محسوم أنه يجب أن تكون انتخابات قادمة بقانون جديد وطوارئة جميلة سيناريوهات الموجودة الأول أن سيد دكتور برهم صالح يكلف من حمد ألاوي يوم غد تشتير في حكومة سيناريو الثاني أن يخضع الضغوطة لأحزاب السياسي لترشيح السيد فتاة السويد الخيار الآخر والسيناريو الآخر يبقي سيد عادل عبد الميدي كتصريف أعمال ويوحد من تقابات قادمة وهذا نحتفظ بالأهم أن تكون هناك انتخابات قادمة بقانون جديد وبمتوضية مستقلة حتى يكون هناك مدخل لدخول أحزاب صغيرة الشباب إلى قبة البرلمان بعد أن كان حكرا على الختر الثلاثة الكبيرة تمام طيب يعني إجراء انتخابات جديدة ومبكرة إلى أي مدى الشارع العراقي يعني منتظر لها أو سيكون مؤهل لهذه الانتخابات خصوصا في ظل ربما عدم خروج حتى الآن قوانين تمهد هذه الانتخابات الشارع مع انتخابات لكن بشروط أن تكون قانون الانتخابات كما يرد الشارع لا كما في كل مرة الكتر هي الصيدة حسب مواحلاتها حتى تضمن بقاء هذا الموضوع الساديب والمعدد قضية الثانية أن يكون تكون مفوضية مستثلة غير مفوضية المسيسة السابعة للأحزاب والذي جوهت الانتخابات المالية غير هذه القضية فيها الشارع سيقاطع انتخابات وتكون نسبة المشاركة صباح أنا أعتقد المضاغط الموجود والمرجعية لأيدة الشباب والمتظاهرين المصرين والبرلمان وقع الآن في حجر جاوية ضيئة أنا توقع يوم الثاني عليه أن يحسن موضوع قامل انتخابات من المادة المستعشة وصعودا وإلا ستكون العواقب بخيمة المرحلة القادمة والتظاهرات ربما تنتد إلى رفع أخرى في الإراق شكرا لك سيد وافق الهاشمي رئيس المجموع العراقية للدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف من بغداد إلى تطورات الأوضاع في سوريا حيث دخلت أكثر من تسعة أرتال عسكرية تبع لقوات تركيا إلى الأراضي السورية عبر معبر كفر لوسين وتوجهت نحو المنطقة الجنوبية من ريف إدلب وهذا ولم ترد معلومات إذا ما كان استقدام تلك الأليات لحماية النقاط التركية مع اقتراب المعارك منها أم أن هناك اتفاق لانتشارها جنوب شرقي إدلب كان أكثر من ثمانين مسلحا قد قتلوا في اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر تبع لتنظيمات إرهابية أبرز هيئة تحرير الشام في محيط مدينة معارة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي فرع عشرات الألاف من المدنيين السوريين من منطقة معارة النعمان في ريف إدلب الجنوبي باتجاه الشمال جراء القصف العنيف الذي تتعرض له محافظة إدلب بالتزامن تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة التي تسيطر على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها والتي تؤوي نحو ثلاثة ملايين شخص الوضع في محافظة إدلب السورية ما زال مشتعل قصف ومعارك عنيفة وتدهور للأوضاع الإنسانية كوارث دفعت بعشرات الألاف من المدنيين إلى النزوح من إدلب منذ مطلع الإسبوع الماضي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وثق من جانبه فرر عشرات الألاف من المدنيين من منطقة معارة النعمان في ريف إدلب الجنوبية باتجاه الشمال بالتزامن مع القصف العنيفة الذي تتعرض له المنطقة وبحسب الأمم المتحدة فقد نزحت آلاف الأسر باتجاه شمال محافظة إدلب بينما ينتظر آلاف المدنيين الآخرين توقف القصف والغارات حتى يتمكنوا من التوجه إلى المناطق الآمنة ومنذ أسبوع يشهد ريف إدلب الجنوبية تصاعدا في المعارك العنيفة بين قوات الجيش السوري وحليفتها روسيا وبين الفصائل الإرهابية المسلحة وعلى رأسها هيئات تحرير الشام التي كانت تسمى بجبهة النصر الإرهابية سابقا وأوقعت تلك المعارك أكثر من مئة قتيل من الطرفين واشتدت المعارك في إدلب رغم التوصل إلى اتفاق هدنة في أغسطس الماضي توقف بمجيبه قوات الجيش السورية هجومها الواسعة لاستعادة محافظة إدلب من قبلة الميليشيات المسلحة والإرهابية ويعيش في إدلب وضواحيها نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا نازحون من مناطق أخرى ويعيش عشرة الألاف منهم في مخيمات عشوائية ويعتملون في الأساس على مساعدات تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية أفاد مصدر بوزارة النفط السورية بأن هجمات إرهابية متزامنة استهدفت مصفات حمص ومعبن غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز الليلة الماضية ورجح المصدر أن الهجمات أما تنفيذها عبر طائرات مسيرة مشيرا إلى أن الاعتداء تسبب في اندلاع حريق في مصفات حمص وقد تمت السيطرة عليه في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وتوقف بعض الوحدات عن العمل رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائيات الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين سعيد أبو علي أن هذا القرار فطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها وتقديم مرتكبيها للعدالة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني كانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أكدت أن تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية اختصارا أنا مقتنعة أن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة وسانيا إن هناك قضايا تنجم عن الموقف سوف تكون قابلة للإحالة وثالثا ليس من أسباب تدعو للأعتقاد بأن التحقيق لن يخدم لعدالة قال وزير الخارجيات الأمريكية مايك بومبيو إن بلاده تعارض بكل حزم فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هذا قد أكد بومبيو أن بلاده تعارض بكل حزم معصفه باستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة كما شكك بومبيو في شرعية وأحقية قيام سلطة المحكمة في إجراء مثل تلك التحقيقات في سياق متصل قال عمار حجاز مساعد وزير خارجيات فلسطين إن قرار المدعيات العامة للمحكمة الجنائية يعد تطورا مهما لا يرتقي لمستوى التحقيق وإنما يمهد بشكل رئيس لفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة قرار تأخر نحو ست سنوات لكنه صدر وربما يكون فاتحة ملاحقة جنائية حقيقية لمجرم الاحتلال في جرائم ترقى دون شك إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية أعلن اعتزامه فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية قرار الادعاء العام بالمحكمة بالتحقيق جاء بعد الانتهاء من التحقيق الأولي الذي شرعت فيه المحكمة عام 2015 والذي خلص إلى اكتمال أركان الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الادعاء حال الملف للدائرة التمهيدية في المحكمة للنظر في مدى اختصاصها الإقليمي في نظر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها التحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان إن هذه الخطوة تعد تأكيدا لموقف المحكمة بشأن وجود اختصاص قضائي لها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي ما يمثل رسالة أمل لأبناء شعب فلسطين بإمكانية تحقيق العدالة والانتصاف من المحتل فاتو بن سودا كانت أطلقت تحقيقا أوليا في يناير 2015 حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في عقاب حرب غزة عام 2014 وسلمت السلطة الفلسطينية المحكمة أربع عشرة رسالة إلى جانب أكثر من 12 ملفا منها الاستيطان والأسرى والعضوان على غزة واعتداءات المستوطنين إضافة بالطبع إلى جريمة الاحتلال بحد ذاتها باعتبارها جريمة مستمرة إسرائيل من جانبها شككت في السند القانوني للطلب الفلسطيني الذي قدم للمحكمة بزعم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة قتل وأصيب 80 من عناصر ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي اليمنية على مدار الأيام الثلاثة الماضية وذلك خلال مواجهات وهجمات فاشلة ومحاولات تسلل نفذتها الميليشيات في مدريات الدرهمي والتحيطة وحيس بمحافظة الحديدة وفي ذات السياق قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومزارع المواطنين غرب تحيطة جنوب الحديدة كما شنت الميليشيات قصفا صاروخيا ومدفعيا عنيفا على مناطق متفرقة من مدرية الدرهمي مشاهدين الكرام نشرتنا متواصلة فيها بعض أخبار الاقتصاد نتابع تواصلوا لاحتجاجات على قانون الجنسية في الهند ورئيس الوزراء يعقدوا اجتماعا لبحث الأزمة لأن مشاهدين وصلنا إلى أولى وقفاتنا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد نعم أخبار الاقتصاد بصحبة الزميل حسام الدين عاطف إليك حسام شكرا كريم وشكرا شكرا ألم بكم مشاهدين الكرام لأبقتنا الاقتصادية أهم ما فيها وزارة المالية تنهي 77% من ملفات الطعن الضريبي وتحصل 104 مليارات جنيه ألم بكم من جديد أعلنت وزارة المالية عن إنجاز نحو 77% من ملفات الطعن الضريبي مع نهاية شهر نوفمبر مشيرة إلى تحصيل 104 مليارات جنيه من إجمالية ضرائب المستحقة والبالغة 137 مليار جنيه في حين يجري حاليا العمل على تحصيل المتبقي الوزارة أكدت أنه تم الانتهاء من أعمال ميكانة لجان الطعن الضريبي على النحو الذي يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية وأشارت وزارة المالية إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء أكدت وكالة ستاندران بورز لتصنيف الاعتماني تصنيف لبنان عند CCC مع نظرة مستقبلية سلبية وأفادت ستاندران بورز لأن المخاطر طول أمد الفراغ السياسي ستزيد من الغموض بشأن السياسات وقالت الوكالة إن الإصلاحات المحتملة ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة مشيرة إلى أن لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية في المستقبل هذا في حين ألقت الاحتجاجات المتواصلة في لبنان بضلالها على السياس السياحة ما تسبب في تضرر هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد في البلاد وسجل لبنان واحدا من أعلى نسب ديوني في العالم بحوالي 86 مليار دولار أمريكي أو 150% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل تواصل الاحتجاجات في لبنان يتضرر عدد كبير من القطاعات في الدولة بتلك الأحداث وخاصة قطاع السياحة فالأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان ضربت هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني العام الحالي كان من المتوقع بأن يكون أفضل عام بالنسبة لنا في هذا القطاع ولسوء الحظ منذ الأحداث التي بدأت في أكتوبر الماضي تراجعة الأعمال بشكل كبير لقد هبطنا بين عشية وضحاها من 100% إلى 4% بالنسبة إلى معدلات الإشغال وعادة ما يكون شهر ديسمبر حافلا بالنسبة لصناعة السياحة بسبب احتفالات عيد الميلاد والإجازات إلا أن قلة الحجوزات دفعت الفنادق ذات العلامة التجارية في لبنان إلى إرسال الموظفين عبر الفنادق إلى مناطق أخرى لخفض النفقات بالنظر إلى شهر ديسمبر الحالي فهو عادة ما يكون أكثر أيام نزل حاما في العام بسبب عيد الميلاد وموسم الأعياد ولكن عندما أتحدث مع زملائي أجد أنه لا تصل بعض الفنادق إلى 4% أو 5% بالنسبة للإشغالات هذا مؤلم للغاية لأنه في نهاية اليوم لدينا فوتير علينا تزديدها هذا وتضررت المطاعم كذلك بالتظاهرات التي تكتاح البلاد ما يهدد الكثير منها بالإغلاق ويشار إلى أنه على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي أنفقت منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت عام 1990 ما زال للبنان بنية أساسية متدهورة بما في ذلك انقطاع الكهرباء عن ساعات العمل اليومية وأكوام القمامة في الشوارع وغالبا ما تكون إمدادات المياه محدودة ومتقطعة من شركة المياه المملوكة للدولة وسجل لبنان واحدا من أعلى نسب الديون في العالم بحوالي 86 مليار دولار أمريكي أو 150% من الناتج المحلي الإجمالي وإلى المغرب حيث مسجل تضخم أسعار المستهلكين السنوية هناك تباطئا بنسبة 4 من 10% في نوفمبر من 7 من 10% في الشهر السابق وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6 من 10% على أساس سنوي في نوفمبر في حين زادت أسعار المواد غير الغذائية بـ 3 من 10% ووفقا للبنك المركزي من المتوقع أن يتراجع التضخم الذي تحرق أسعار الأغذية بالأساس إلى 3 من 10% في 2019 من 1 من 10% في 2018 ثم يتسارع إلى 1 من 10% في 2020 إلى منطقة اليورو حيث تراجع ثقة المستهلكين بواقع 9 من 10 نقطة في ديسمبر عن قراءة نوفمبر وقالت مفاوضية الأوروبية أن تقديرا أوليا أظهر أن معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو هبطت إلى 8 من 10% هذا الشهر من سالب 7 و 2 من 10% في نوفمبر وفي الانتحاد الأوروبي بأكمله هبطت معنويات المستهلكين بـ 3 من 10 نقطة لتصل إلى سالب 7% قال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك أن جاز بروم الروسية ونفتو جاز الأوكرانية ستوقع عن اتفاق جديد مدة 5 سنوات لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا وأوضح كوزاك أنه تم الاتفاق على كميات الغاز المزمع ضخها والشركات التي ستضمن ذلك بالإضافة إلى الديون المستحقة على أوكرانيا لصالح الجانب الروسي وأتوقع المصول الروسي أن تبرم جاز بروم ونفتو جاز عقدا جديدا للغاز قبل حلولها 2020 أي قبل انتهاء سريان الصفقة الحالية في غضون ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم دخول العقوبات ضد خط أنابيب الطيار الشمالي 2 والطيار التركي حيز التنفيذ في حين أعلنت موسكو إذنتها لفرض عقوبات أمريكية على الخط ووقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة القانون الذي ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي الطيار الشمالي 2 الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيو السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا وخط أنابيب الطيار الشمالي 2 والطيار التركي هم مشروعان روسيان لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق والتركيا ما سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو في منطقة أوروبا ومشاهدين الكرام بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة للزملاء كريمة وشهاد شكرا لك حسام على هذه القراءة في أخبار الاقتصاد ونستجمل مع حضراتكم مشاهدين الكرام أخبارنا السياسية حيث دعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى اجتماع مع مجلس وزرائه اليوم لبحث الوضع الأمني في البلاد في أقاب احتجاجات على قانون الجنسية في غضون ذلك لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين منذ أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي قانون الجنسية الذي يكون معارضوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين صدمات جديدة دارت رحاها في معظم شوارع الهند بين الشرطة ومتظاهرين ضد قانون جديد حول الجنسية سقط على إثرها عدة متظاهرين ما بين قاتل وجريح هتفات تطالب بسقوط مودي شقت عينان السماء فوق المسجد الجامع التاريخي في الهند بعد صلاة الجمعة في الوقت الذي احتشد فيه المتظاهرون للخروج في مسيرة صوبة وسط نيودالهي الحكومة تجاهلت أزمة البطالة وتحولت إلى سياسات تقسيمية أخرى مبنية على أساس ديني لن نسمح بهذا نحن ضد هذا التقسيم قلبا وقالبا الحكومة الهندية تتبع الخطط الاستعمارية التي انتهجها الاستعمار البريطاني في الهند ويمثله رد الفعل الغاضب على القانون الذي دفعت به الحكومة القومية الهندوسية إلى البرلمان في 11 ديسمبر ألغاري أقوى مظاهر الاعتراض في الهند منذ انتخاب رئيس الوزراء نارندرا مودي للماراتي الأولى عام 2014 هذا القانون بالأساس ضد الشريعة الإسلامية ونحن ضد هذا التعديل المجتمع الهندي بأسره سواء كان هندوسا أو مسلمين أو مسيحيين أو سيخ لا يؤيدون هذا القانون الحكومة تريد أن تحكم قبضتها على الشعب بالقوة ولكن هذا الجمع الغفير لن يسمح بهذا ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمرا أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبانجلديش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015 الأمر الذي اعتبره معارضه من المسلمين ينم عن تحيز ويقود الدستور العلماني وقع الرئيس الأمريكي دونالد شامب على قانون السياسة الدفاعية الجديدة الذي أقره الكونغرس في وقت سابق بتكلفة إجمالية تقدر بـ 738 مليار دولار القانون ينص على إنشاء الفرع الجديد من القوات المسلحة الأمريكية والذي يطلق عليه اسم القوة الفضائية أو يعد أحد أهم أولويات البرنامج الانتخابي لترامب ومن المقرر أن يقود هذا القوة رئيس العمليات القضائية الذي سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو تعهدت الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على فنزويلا متهمة رئيسها نيكولاس مادورو بالعمل من أجل منع إعادة انتخاب المعارض خوان جوايدو رئيسا للبرلمان من جهة أخرى أعلن حزب الحزب المعارض الذي ينتمي إليه جوايدو اعتقال نائب بالبرلمان من أعضاء الحزب يدعى جيلبر كارو وصرح جوايدو أن نحو ثلاثين من نواب المعارضة معتقلون أو لجأوا إلى سفارات أجنبية في كراكاس وذلك في إطار أحدث موجة من الإجراءات القانونية ضد المشرعين لإفشار عادة انتخاب جوايدو رئيسا للجمعية الوطنية في الانتخابات المقررة في الخامس من يناير المقبل إلى أستراليا حيث يكافح الألاف من رجال الإطفاء العشرات من حرائق الغابات الواسع التي خرجت عن نطاق السيطرة في أربع ولايات واسترتفعات قياسية في درجات الحرارة وجفاف الحاد مستمر منذ أشهر وفي ولاية نيو ساود ويلز أكبر الولايات من حيث عدد السكان تم تطبيق حالة الطوارئ للإسبوع الثاني حيث وصلت درجات الحرارة إلى خمسين درجة مئوية هذا قد قامت السلطات بإغلاق عشرات الطرق فضلا عن نشر عشرة ألاف من عناصر الشرطة وخدمات الطوارئ ورجال الإسعاف والإطفاء في الولاية أعلنت السلطات الإسبانية والبرتغالية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء حوادث منفصلة بسبب غطول الأمطار الغزيرة وقال ممثل الحكومة الإسبانية في منطقة جاليسيا الواقعة شمال غربي البلاد إن شخصا واحدا لقي حتفه إثر انهيار أحد جدران المباني العام عليه بينما لقي شخص آخر حتفه جراء زلاق صخري يعتقد أنه ناجم عن هطول الأمطار الغزيرة وفي البرتغال قالت السلطات إن شخصين لقي حتفهما فيما اعتبر آخر في عداد المفقودين جراء الفيضانات مشيرة إلى أنه تم إجلاء سبعين شخصا من منازلهم شاهدين الكرام نشرتنا متواصلة فيها بعض أخبار رياضة منطقة قدس الأقداس بمعبة قرون في الفيوم تشهد ظاهرة تعامد الشمس استكمل مع حضراتكم أخبارنا حيث تعامدت صباح اليوم شعة الشمس على قدس الأقداس بمعبة قصر قرون بالفيوم ظاهرة فلكية فريدة من نوعها حيث تحدث تلك الظاهرة بشكل سنوي على مدار يومي الـ 21 والـ 22 من ديسمبر من كل عام وتستمر قرابة 25 دقيقة يذكر أن معبض قرون الذي يشهد هذه الظاهرة الفلكية الفريدة كل عام يقع على مسافة 65 كيلو مترا من مدينة الفيوم شديد الكرام لم يتبقى في هذه الساعة الإخبارية سوى تذكيرهم بأبرز ما لدينا من أخبار الخرطوم تصديف الاجتماع الثالث لاستكمال مباحثات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الجيش الليبي ولنمطل 19 مسلحا في غارة شرق العاصمة طرابلوس رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب يبدأ اليوم استشارات تشكيل الحكومة الجديدة إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من النيل الأفضل نشكر لكم طبا المتابعة دمتم فأمان الله